اسلام عليكم اعزائي متتبعي قناة منوعات مغربية في اسطنبول سوف نعطيك بعض المعطيات التي ستطلق لك في الواقع المغرب سوف نعطيك بعض المعطيات التي ستطلق لك في المغرب سوف نعطيك بعض المعطيات التي ستطلق لك في مغربية السابقة الأولى هي الطابقة البورجوازية أو الخنزة سوف نعطيك بعض المعطيات التي ستطلق لها أمام كاليفورنيا أو نيويورك المغربية التي ستطلق من البس كامل من لندن سوف نعطيك من سوريا من فرنسي و المغربية التي ستطلق بها من غالاتا هذا هو الغينة الفاحش هذا النوع يجب أن يتحكم في المشاريع ويقع الشركات الكبيرة في البلاد ويجب أن يتحكم في الأسعار وفي سوق المحروقات ويجب أن يتحكم في كل شيء وعندما يتحكم في هذه الأسعار سيضربك الضب لأنه لا يجب أن يقرب لهم ويجب أن يكون هناك في الناس ويجب أن يكون هناك في الوزلات وفي الصورة العظيم وفي الحياة المحرية طبقة الثانية هي الطبقة المتوسطة متوسطة في مكان المكان ويجب أن يكون موظفة في الدولة أو عندهم مشروع صغير أو مقاولة صغيرة أو مدورها للتجارة المهم أن يكون هناك في الدخل هذا النوع يجب أن يتحكم في الدولة مع الشهر لهذا لأنه يتحكم في البرطما والطوم بيل والباقي يمش في المصرفة والأعياد والمناسبات وغالباً لا يفهم من الدولة حتى يأتي على عتبة الموت يعني حتى يضغ عليه أعزرائيل وكي يقول لك المهم هو المستقبل متاع الوليدات الشعار متاعه في الحياة اللهم اقترم بلادي ولا عسل بلادات الناس طابقة الأخيرة والثالثة الخود هي الطابقة الحازقة والموقع الجغرافي دي لها في المغرب هو باطل الأرض لما شرب المفضل هو أتي والأكلة المفضلة هي الخبز حرفي الشعار دي لهم في الحياة منيك كل ما نشران جوش قراعي كوكسخان راس الدرب هو الكوان قديمة أصف راس الدرب ما عنده ما يدار فهمتوني هالطابقة تقدر تقول كي لعبوا في طرواز يمسيري هوت يعني حياتهم كاملة مدوزينها في الحمري وبالضبط ملعب الحارتي علاش حيات هما أكتر طابقة كي يحرتوا عليها في هذا البلد العنوان دي لهم ضرب المزاريت كاريان توباك تحت الفندق والغريب في الأمر وأنه كتلقاها كي يخدم بألفين درهم وكي يصرف ربع ألاف درهم منين كي يجيب الفرق هذا هو السؤال اللي محمقني هادي الناس ما كيعرفوش يعمو تكشي عج ديما تتلقاهم غارقين في المشاكي غارقين في الكريدي غارقين في الولاد غارقين في في كل شي كتلقاموا الكريسال ملضيسال ملحنتيسال والأمانة دائما دائما تتلقى لهم مشاكين يعني كي عيام يطير كي يصرف رأسه غارق في الكريدي غارق في المشاكين فهمتوني الأخوة ودائما كي يصبر رأسه بأحد الكلمة كي يقول لك ما زال السمطة الضهر عندما تتحقق كي يتحقق كي يصرف رأسه لم يكن المشاكين حيث لا يوجد المشاكين أحلامه بسيطة يقول لهم يصرف رأسه ويصرف ولكن للأسف لا يسعف لأقدار يصرف يصرف ألفين درهم ويصرف ألفين درهم السؤال المطروح هنا ما يأكل سيأكل سهلا يأكل الملكرة ويصرف ألفين درهم غريب في الأمر عزيزي المحزو قرنا الطباقات بثلاثة كي يمبينتهم واحد تناقض غريب عجيب في كل شي فالطباقة البرجوازية صاحبين ما بعضيتهم وكي يظهرواها بيناتهم وكي يحميوا بعضيتهم وما كي يحملوش طباقة المتوسطة والطباقة المزلوطة مع العلم أن هالطباقة تيمبزوج هم اللي كي يدمروا ويخدموا ويضربوا التمار باش الطباقة اللي لا تعيش بأمان وسلام طباقة المتوسطة كي يبقوا فيهم المزالد أو ما كرهوش يقولوا الله من هذا منكر ولكن تيخاف مسكين عليك الخبيزة دياله والوظيفة دياله ثلاثة بشيلة حيث عرب اللي اللي فوق منه دياب وساكنين في عين الدياب طباقة المزلوطة كتلقى عاطة اتقال الطباقة المتوسطة وكي يحترمها حيث المزلوط كي يشوف رأسه ديما ما بينو بالطباقة المتوسطة غير خير وإحسان حيث يشوف بالليل فرق بينو بين المعلم والأستاذ هو ذك التباشر لكيسة المهلم في الأخير ديال الشهر ولكن قد تلقى حاقد على الطباقة البرجوازية أو ما كرهوش نهار يوصل لعندهم ويعود سنوات الطائع ولكن الظروف قد تقول لي سامحيني ويبقى الحب بلاشك عزيزي المحزوق قد تقول لي من أن تجيب هذه الأفكار قد تقول لك بقوة آتاي والخبز حرفي يعني تفكير خبزاوي خلينا من هذا الشي كامل وخلينا نرجع الواحد لمقارنة عجيبة فمن خلال هذا الفرق الطبقاتي نقدرون نفهمه علاج بغير حرك خونة دمناتي حيث في أوروبا استكشافاتي في العولاتي صوقي باللاتي يا للا صوقي باللاتي المزلوط مع مرور السنوات كيشوف بأنه خايد مرمي وخمسين عامل والبي يجتمر يهز ويحط مياه وخمسين عام جامع يحقق قاع الأحلام والطموحات نتاعه داك شي علاش كيستدار راسه بوعد لبرتوش بينه وبين راسه وكيبقى يقلب في الجومجومة دياله ويقلب في الخريطة لا لا وعا سيطح في شي بلان أو في شي دولة أوروبية يتصوفي يماركي فيها لها طريق الدار والطموبيل وكونت مقمح وحاول تفهمني يا أخوي المحزوق وخا غي كلمح نحن عارفوا بأزيزي المحزوق بأن الحلم ديال أي محزوق ومحزوق هو أنه كيشوف الحل في الهجرة تحت الشعار إذا لم أجد في بلدتين ما أريده فعندي الأخرى عزمة وركابه أول حاجة كيفكر فيها المزلوط ما هالطرق ديال الهجرة كيحاول يقلب لشي حاجة إفكاس مأمنة لما يغامرش فيها بزيف ولكن كتخونوا المادة حيث الحاجة المضمونة هي عقد عمل وعقد عمل هاي هات كيبغي بزيف ديال الفليسات إذن كيقاني لهذا العقد عمل كيفكر في الحاجة التانية اللي تهي مأمنة وما فيهاش خطورة على حياته وما فيهاش بزيف ديال المصاريف واللي كتحتاج فقط دوسي كتعمر وكتدير لي بروف وكا يمشي يدبر على وليفيت كونت وكا يدبر على شركة وتا يدبر وكا يحرك وكا يدفع الفيزا أو في الأخر كاترو فيزا كيبغي بقالوا الحل التالس اللي هو يحرك وهنا كين بزاف ديال الطرق ديال الحرك اللي كيكون من أولها دائما في إطار تفكير في حل المضمون ومأمن على حياته وما يريسكيش كيفكر في اللي سكالب ولكن حتى هو قليل بزاف وقلاف كيستقلك شي إسكالب نعمي إلا تحت إلا شي ترقف شي شكل كيمشي الخطة اللي 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 هي البحر ومنا كيقمر إما توصل للدفة الأخرى طرواب وإما تكون لقمة سائغة لسمكة ستون العانيدة في باطن البحر كيبقى الحل الأخير اللي هو العبور عبر دول بلقان انطلاقا من تركيا بالأرجل استكشافاتي في العودة قالوا بلاتي بن نوبا والمشكلة أن هات الطريق فيها بزاف دي الحواج تهي فيها المونتاج فيها الشونتاج فيها الرجل فيها تسليمة فيها بزاف دي الأمور الغريبة والعجيبة ولكن تي عزيزي المحزوق أول مرة كتشوف هذا القناة وبغيتي تعرف كيفاش تمشي على طريق البلقان وتعرف الإيجابية والسلبية هذا الطريق لا يوجد إلا تكليك على منوعات مغربي في إسطنبول سوف يخرج لك هذا القنطح الذي تضع الكثير فيديو في القناة وكيف يشرح فيهم كل ما يتعلق بهذا الطريق في النهاية يا عزيزي المحزوق أنا لا أنصحك لا بالهجرة ولا البقاء في باطن الأرض أنا أنصحك بتشغيل جمجومتك ودكاريتك وشوف انتايا واش عندك ما تخسر ولا ما عندك ما تخسر واشي لاش تخسر فيها بالزبط الحويش ولا تربح بالزبط الحويش دي لكم بارزن ديالك أنا كان نصحك لا تجر لتشي طريق يخدم عقلك ربي أعطاك عقلا لكي تفكر به شوف الإيجابيات ديال الطريق وشوف السيليبيات دخل لي فيديو وتمعا العبد لله كي يعطيك الحقيقة في الدقيقة ويعطيك المعلومات دقيقة وهنا كي يبقى تقدير ديالك واش غا تمشي لأوروبا ولا تبقى في مراك شكا تضرب بالزبط الحقيقة يالله يلا فهمتيني تهلا في راسك وسلمي على العتيقة لقوا فيديو قادم ان شاء الله راشدتني الشقيقة لبعد لي جميع شوفوك عيطولي بالكلمة